هنتكلم عن الالين والارانج تنصيق وتعديل وترتيب العناصر على الورك سبيس في مربع كنترولز هنا اسمه الالين نقدر نجيبه من ويندو نفتحه أو نقفله من هنا المربع ده بيخليني أرتب العناصر مجموعة عراصر عندي أرتبهم بالشكل اللي أنا عايزه نفترض مثلا الدوائر اللي مرسوم فيها الشخص الده لو عملت عليها كلها سيلكت بالشكل ده المربع بتاع الالين مقسوم الى اربع اقسام الالين وديستريبيوت وماتش سايز وسبيس الالين يعني محاذاة ديستريبيوت يعني بيقسم التوزيع ماتش سايز بيتغير في الاحجام وسبيس بيحدد المسافات اللي بين عناصر بعضها نبدأهم بالالين اول حاجة الالين توليفت اج ده هيشوف ايه اول عنصر عندي على الشمال وهيحازي كل العناصر معاه كده نعمل اندو الالين هوريزونتال سنتر ده هيشوف المحور الخط المحور الوسطي اللي بينها ويحازيها كلها على خط الوسط الالين رايت اج هيعمل نفس الشيء ولكن مع الناحية اليمين الالين توب ايج نفس الحكاية مع الزاوية العليا او الضلع الاعلى سنتر هيشوف الخط الافقي الوسطي وهيحازيهم عليه سنتر هيشوف ايه اخر شكل عندي تحت ويحازي كل الاشكال معاه فده كان الالين تاني مجموعة عندي اللي هي الديستريبيوت دي بتحدد توزيع الاشكال ده هيوزعلي الاشكال بناء على الخط اللي فوق عشان نبين ده هيعمل ايه خلينا نرتب العناصر مثلا بشكل غير منتظم شوية عناصر الفقية كده مثلا خلينا نعمل سيلكت على العناصر دي ونقول له ديستريبيوت توب ايج لو شوفنا عمل ايه هو رتب المسافات اللي بينهم وبين بعضهم تكون مسافات متساوية بناء على المسافة اللي بين اول اوبجيكت والبعض هنا هيعمل نفس الشيء ولكن بناء على سنتر بتاع اول اوبجيكت خلينا نبعد شوية بين العناصر وبعضها عشان نشوف الموضوع ده بشكل اوضح لو اخترت دول وقلت له كده مجموعة اللي هنا اللي هي برضو هيساوي المسافات اللي بينهم ولكن المسافات الافقية مش المسافات الرئيسية يعني لو عندي مجموعة اشكال مثلا كده هو في منها البعيد والقريب لو عملت سلكت عليهم اخترت كده رتب لي المسافات البيينية اللي بينهم ممكن اضغط حاجتين فيرتبهم لي على محور واحد ويرتب لي المسافات اللي بينهم المجموعة الثالثة اللي عندنا اللي هي لو عندي مجموعة اشكال مختلفة الاحجام بالشكل ده مثلا اخترت التلاتة دول وقلت له match width غير لي في العرض بتاع الاشكال بحيث كلهم بقوا نفس العرض شايفين التلاتة دول بقوا عرض واحد خلينا نجرب نفس الشيء مع الخيار التاني اللي هو match height الاشكال دي متفوتة في الطول لو عملت كده خليهم كلهم نفس الطول زي ما انت شايفين الايكل اللي بعدها اللي هي match width and height ده هيسويلي في حجم الاشكال كلها وأطولها طولها وعرضها ثلاثة بنفس الطول العرض زي ما انت شايفين اخر مجموعة عندي اللي هي space space evenly vertically ده هيترك لي مسافات بينية متساوية بين الاشكال بالطول وده هيترك لي مسافات بينها بالعرض فلو عندي مثلا مجموعة اشكال مسافات بينها مختلفة وعملت كده ساب لي مسافة عرضية بينها متساوية نفس الحكاية لو كانوا في الطول لو عملت كده رتب لي المسافات اللي بينهم بالطول اخر option هنا اللي هو align to stage هيعمل نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها ولكن نسبة الى ال stage او اللوح العمل اللي احنا شغالين عليه خلينا ناخد مثال دي مثلا اشكال متناثرة لو عملت select عليهم وعملت align to stage وقلت له align horizontal فهو رتبهم لي الى منتصف لوحة العمل كده رصوهم كلهم فوق بعض بالطول وبالعرض في منتصف اللوحة العمل بالضبط لو عملت select عليهم مثلا وقلت له online to stage distribute horizontal رتبهم لي بالتساوي مع لوحة العمل هنتكلم دلوقتي على ال arrange لما يكون عندي مجموعة اشكال على لير واحدة فالاشكال دي بتبقى مترتبة ترتيب معين في اشكال في الخلف و اشكال في الامام هل اقدر اخلي مثلا شكل في الامام يرجع قبل الشكل اللي وراه او يرجع الى الخلف ايوة انا لو وقفت على الشكل ده وقلت له arrange bring to front او bring forward او send back او send to back bring forward يعني ارجع وراه شايفين رجع وراه الشكل اللي كان قدامه طيب لو قلت له bring send to back send to back هيرجع وراه خالص بقى اخر شكل من الاشكال الاشكال الثانية دي بقت فوق زي ما انت شايفين طيب لو وقفت عليه وقلت bring to front bring to front يعني رجعه تاني الى المقدمة بقى هو اول شكل على الاشكال دي فيه short cut مهمة في الكيبورد اللي هي control وفوق وتحت تحت بيرجع وراه فوق بيطلع قدام خطوة 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 ثم انت شايفين لو دست control و shift وفوق هيرجعولي الامام مباشرة control و shift تحت هيرجعولي للخلف مباشرة فده هو الارينج وده مهم لما يكون عندنا اكتر من عنصر محطوطين على لير واحدة وحبين نغير في ترتبهم نقول تاني باختصار اللي اتكلمنا عنه في الدرس ده اتكلمنا عن الالاين تنصيق العناصر مع بعضها محازتها للمنتصف افقيا او رأسيا او محازتها للاعلى قبل الاسفل و التوزيع المنتظم للعناصر بينها وبين بعضها و مطابقة العرض والطول و المساحات اللي بين العناصر وبعضها وتكلمنا عن الارينج ازاي اقدر اغير في ترتيب اي عنصر عندي ارجعه للخلف او اطلعه للامام دعم شكرا